اشتركوا في القناة الكريم جبت لكم حلوة معسلة لصهراتكم الرمضانية اللي هي قريوش الوردة هي حلوة تقليدية جزائرية سهلة سريعة وبسيطة يعني اقتصادية واحتى طلبتها مني عندها مود دوية واللي ديريها لي لبيت لها الرغبة ديالها وراني درتها لكم يعني بجميع أسرار نجحة وتخرج بنينة يا البنات وتاني كما سمعتوا في أول الفيديو تخرج يعني تقرمش تخرج مقرمشة نتمنى تتبعوا الفيديو للآخرة كيدا رحين تستفادوا بصح قبل كل شي البنات ما تنسوليش الجام فضلا وليس أمرا واللي دخل الجديد للقناتي ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد هنا يا عندي المقادر كاس غير بعض تحليب تقدر ديرو حتى الكاس وانا ندمت اللي مدرتش كاس لأنه بينينا يا البنات زلت هنا يا نص كاس تاع فارينة اللي هو الطاحين وعندي هنا يا مغرفة كبيرة تكون معمرة مقبة يعني تاع اللامايزينة ولا نشاء الظورة عندي تاني حبيبة تاع البيض وعندي خميرة الحلوة مغرفة صغيرة ما تكونش معمرة مليح لفاني والقرصة تاع الملح كي ما دايما نقولكم وهنا يا عندي هات الطابع اللي يعني شريتوا أنا جديد هدا يا جامي خدمت بيه لأول مرة حنخدم به كين يعني عدة أشكال كين تاع الوالة تاع النجمة دونك هنا حطيتوا فوق الشوفاج باش هكدا يقعد سخون لازم يكون سخون مليح هات الطابع باش نخدمو به دونك توالامت الطابع قيا بلوزير موديل كسايا وقينيس هل سخصو فلو شوفاج باش هدي لي يرغا تلقا هدي لي يرغا نبدو بسم الله على بركات الله في طريقة التحذير هنا يا راني في غيسي بيوندر تحبيبة تاع البيض وزيت هدا كالحليب الكاس غير بعتاع الحليب يكون بارد ولاظاني ونزيت قرصة تاع الملح ونخلط مليح هاد الخاليط لازم تخلطوه مليح مليح يالبنات دونك اتيح دايين ريغ داقيني ثم اللال ترنيغ 3 كاردو بار ويفكين 1.5 سل لاظاني وادخلطوه مليح مليح لميلانجيك إلا قد خلطوه مليح اكاتيح دايين باش اخمار لازنغريدون نظران السك سعر نرسن الكاس للافارين تارن جوغت 1 كويرة سوب بيان بومبي لمايزينا 1 كويرة كافية نان بلان يعني وثو تشورا رمليح كونت انتلا لوفير شيميك واذساعد ديغ كلش ذي سفاي ثناغ دي غارفيل خطار ستخي تخي امبورطن باشاكن وث يعني السعر اللي قريمو لاباتني إلا قتيلي ليس ولا ولا قريوك تسعو اللي قريمو ولا البنات بعد ما خلطت الخالط ديالي اللولاني البيض والحليب وكامل راني زيت هدك النسكة ستعفارينا وزيت مغرفة قلت لكم كبيرة تكون مقبات تاع اللامايزنة ولا نشاء الضورة والمغرفة الصغيرة ماشي مع مرات تعلاليو في ولا خميرة الحلوة نجوزو مكداف في الصفايا مهم جدا لبنات تجوزو مكداف الصفايا باش مايكونوش هدوك اللي قريمو ولا هدوك الحبيبات ولا لازم العاجينة تكون يعني ليز مايكونوش في هدوك الحبيبات كيما قلت لكم ونخلط مليح مليح مهم جدا تانية البنات تخلطوها مليح مليح كدائعة ولا كيما كتشوفو إلا قد تخلطوها مثل مليح مليح كاقيد أغنى أتوالي مثال تكستير نينس كاستير جاو تكسيد مليح مليح ولا دازور نداغا شفتوا القاوة متاحة مايكون رقيقة مليح يعني ليكيد مليح مايكون يعني تقيلة دوك نطيب الحلوة ديالي زيت حطيتها تسخون راهي سخونة ونحط المول ديالي تاني ولا طابعة ديالي لازم يكون سخون مليح مليح وهنا عندي صفايا ونحطهم منذيرهم شفي ورق هدا كالنشاف دو بخير سفيرانس في الكسكس بشي قطروا وهنا قبل ما نبدأ نطيب دايما لازم نخلط قبل بالمغرفة وندخل المول ديالي نقطروا قبل من الزيت وندخلوا هكدا بلاعق البرك وندير في المقلق هادي اول حبة اللي ديفيسيل باس كو المول قد لكم جديد البنات و كيكون يعني مالفين طيبوا به يجيكم ساهل بالعقل البرك الولانية بنتني شوية نحيها هايدا بالفرشيطة ساهل يعني نخليها طيب يعني النار نقصوها تكون متوسطة ما لازمش طيب على نار قوية سينو حات تحرق لكم من الفوق وثاني ما تنقصوش مليح للنار سينو حات تشرب لكم الزيت نعود لكم واحدة بالعقل بعد ما سخن مليح الطابع ديالي داخل الزيت نقطر شوية وندير داخل هذا الخالط وحاول يعني ما تلحقوش حتى للفوق البنات ومبعد نرمي داخل هكذا الزيت نزغد هكذا يدي شوية طابع بلوتو ونتلق هكذا كما كنت شوف سهلا مهلا البنات ودايما نحط الطابع ديالي لازم يسخن داخل الزيت قبل ما ندير لخرى ودايما وقبل ما تخدمو خلطو شوية هدك الخالط نكمل دايما هكذا كما كنت شوف يعني كان وعر علي باش نوري لكم هدك الخالط كيف شد خلو فيه دايما سي وطي بوز وجول ثلاثة باش دات يعني ما تحرقو لكم شاب دماغ لماذا يرغ مليح داخل الزيت قبل اتبغ كان كسلا عقل محمسي يدي بانار مليح ويلا قران ادفع لابات سوف لقران تصوض مليح مليح كيف ساولنا نعم لشان ونطنط دي ثلما ساول اتسرس كي داخل اك صفا يتاقين غس صوت دو بخير باش دو دومت ثي بوين نسيت اك اما كثت ولي من بدو غين كن نحمل رغ الحلوى يجي وكل العسيل توراغ لبنتا احنا ما نحبوش الحلويات اللي الموع السالة يكونوا صفورة برق يكونوا هكدا ان بدو غي شوية حميم مرين ولا نكمل الحلوى دي دايما بعد ما يسخن الطابعة دي توجو الى المول لان طبع ندي يارا قبل زيت ومبعد تسود ممث واتر ممث داخل الملون جني ومعنا تبغ ملي حملي حل ما يبغ ملي حدا ساوين و تسي خي فاسي لك يعني المهم دي دا طابعة جمي دا دا دي سفاسيل و كتدي يعجب الحال ما تسخذ ممث ساهلة وتاني راح يعجب كم الحال كيتخدموها لبنات يعني شغلة كتلعبوا نكمل الحلوة دي وكي يشوفوها يعني واعر عليكم باش نحوها من المول يلسقط ولا عاونوا رحكم هاكده بالفرشاطة شوفوه بلاعق البرك هاكده حتى تدي مول ما تسواني متاك صعبة خطي وكنا دك سي المول ومقلم 3.6 امبادوغي ورشاضة وليتيني يعني يعني التوارغينا اثتعسل لقذي لتتصم ماضين العسيلة يقى اتيد حموم بيانسور اتساذ تسعد هذي العسيلة واثترا سوف لا كي سوكسو ثناغ كي لا غير يقير زمن المثار لان ويقا لان ويقا سي تانا سي غلا سوف لان نحسل فيها العسل يكون صغول ويتكون لازم باردة هكذا البنات ولا نقطرها في هدي السوق الهاد ونكملهم كامل بالتعسل كي اللي ديرهم تاني السكر ناعم انا جوب خيفا هكذا يا بالعسيلة وديجا غيت تخلوهم هكذا بلا ما تصدروا لهم العسيلة ولا السكر يخرجوا بنان يا البنات انا ديجا خليت حبيبات اكدك الزوج ديالي ما يحبهم شي يكونوا حلوين والتزيين كتزيين وهذا اختياري ندر الجنجلين من الفوق في الوسط يعني برك تقدروا تديروا البيستاش يعني وش تحبوا التزيين تشوفوا البنات الحلوة كيف شخرجت يعني ما شاء الله هي البنات هايلا هايلا والشباط خيزون تحطوا حتى الضياف وتصهروا بها في هاد رمضان الاحيان عربي حلوة اقتصادية سهلة ما تعجزوش كامل تديرو هايلا البنات ما فيهاش بزاف مقادر ضرور كثير ذايين اثن شبح اختينا كنس لغان دو سيزام زمر متتر مثمام مين وكي ما راك تشوفو فيها طب يعني ما شاء الله هايلك الله يبارك ماشي محروقة وماشي تاني صفرة راهي ام بو دوغي دو بخي فرنس تكون هاكدا تكون شابة وتاني كما سمعتوا في بداية الفيديو يعني تقربش لكو كونت نحبا نسمعكم في بداية الفيديو تقربش على هاد الحالويات المعسلة باش تشوفوا مصدقية الوصفة هادا اللامايزينا ولا نشاء ذورا اللي ردها هاكدا تقربش انا عندي اسمانة نتمنى تجربوها وتعجبكم وتردوا لي في التعليق ولا تبعتوا لي التطبيقات ديالكم على الانستغرام ولا الفيسبوك كويزين ويزا الى عجبتكم تاني الى فيديو ديروا لي جمع البارتاج مع الاحباب والاسدقاء تهلاولي في صحتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جاكن ديالهنا تسلوي ثرث وفات ميبار